خلينا بقى نروح مع حضراتكو والمركاتو اللي احنا بقلنا فترة بنتابعه مبارح كان معانا أخبار كتيرة جدا خاصة بالمركاتو الصيفي فعلا نروح لنادي مانشستر يونيتد واللي أعلن تعاقده مع ليساندرو مارتيناز طبعا المدافع آيكس أمستردام الهولندي واللي أصدر مانشستر يونيتد كان بيان بيالكلام ده قال فيه تحديدا كده بيوصر نادي مانشستر يونيتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع آيكس أمستردام الهولندي بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتيناز وأضاف بتضل الصفقة خاضعة وفقا للشروط الطبية والشروط الشخصية مع اللاعب اللي بيجرى الانتهاء منها حاليا إلى جانب متطلبات الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة ولم يكشف برضو منشستر يونيتد عن مدة التعاقد أو حتى المقابل يعني لللاعب الجديد لكن فيه تقارير بقى صحفية أشارت إلا أن اللاعب الأرجنتيني وقع على عقد مفروض بيستمر مع يونيتل لغاية 2027 وأن قمت الصفقة تقريبا يعني 55 مليون يورو ده طبعا بالإضافة للحوافز بس لسه بشكل رسمي لم يتم الإعلان دي بعض الأخبار أو يعني الاكتهادات الصحفية هي اللي أعلنت هذه الأرقام موسيقى